أهلا بكم دكتور حسن من القاهرة أبدأ معك هل نحن أمام آلية تعاون ما بين الأردن ومصر والعراق فقط أم نحن أمام نواة لخلق نموذج للتعاون العربي حديث جديد يعني دعني أقول أنه عرضت لكافة المحاولات لإقامة تكتلات أو محاور أو شركات ذات طبع ابتصادي وسياسي كانت تتمل في ظل ظروف خاصة للغاية نحن الآن أيضا نمر بظروف خاصة للغاية أنا ألاقصها في أمرين أساسيين أن هناك وحدة مصيري ثبتت لدى الرأي العام العربي ولدى القيادات العربي أن هناك مجموعة من التحديات المتماثلة التي تواجهها كافة الدول العربية دون استثناء أننا اكتشفنا أيضا أننا لابد أن نبدأ بقطوات تبدو صغيرة ولكنها فعالة ثم نبني عليها قطوات أخرى في مجالات مختلفة سواء سياسية أو أمنية أو استراتيجية وبالتالي فنحن أمام يعني عمل بهذا المعنى المتدرج يبدأ بثلاث دول تؤمن بأن هناك تحديات مشتركة وتؤمن أيضا بأن لديها قدرات خاصة جدا يمكنها إذا وضعت هذه القدرات بصورة تكاملية أن تواجه هذه التحديات المشتركة سواء كان الإرهاب سواء كانت تدخلات الخارجية سواء كانت مسألة الطموحات التي لدى المواطنين في أن يكون بلدانهم أكثر استقرارا وأكثر قوة اقتصادية وأكثر تنمية وبالتالي فنحن أمام محاولة للبدء في نواة يمكن بالفعل في حالة نجاحها أن تجذب العديد من الدول العربية الأخرى التي سوف ترى أن هذا النجاح سوف يضيف إليها وهي أيضا بعضويتها مع البلدان الثلاثة المؤسسة سوف تضيف إلى هذه البلدان الثلاثة نحن أمام خطوة زال طابع استراتيجي إذا نجح فيها البلدان الثلاثة سوف يكون لها تأثير كبير فيما يتعلق بإحياء النظام الإقليمي العربي الذي نأمل أن يستفيد من هذه المحاولات وأيضا يستفيد من عملية تجنيع القرى العربية لمواجهة التحديات المختلفة في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية طيب ولكن بشكل عام يا دكتور حسن لو تكرمت فكرة التحالفات أو فكرة التعاون الجمعي نتحدث عن الجامعة العربية نتحدث عن مجلس الوحدة الاقتصادي نتحدث عن التحدي المغرب العربي مجلس التعاون العربي مجلس التعاون الخليجي السوق العربية المشتركة وغيرها هذه التحالفات منذ 45 وحتى الآن ماذا لها وماذا عليها إجمالا؟ بالتأكيد هذه التجارب مختلفة من حيث النجاح ومن حيث الإخفاق على سبيل المثال التجمع المغاربي نحن نشهد أنه منذ سنوات قليلة جدا بعد إنشاؤه أو بعد إعلانه لم يتطور على الإطلاق رغم أنه كان يمثل طموحا مغربيا مشروعا وإذا استمر على هذا الطموح منذ بدء إنشاءه لكان الوضع في المغرب العربي اختلفا كثيرا لكن للأسف الشديد هذا التجمع يعطينا نموزجا في سطوة الخلافات السياسية والطموحات الزيتية على العمل الجماعي نحن في هذه المرحلة التي بدأ فيها كل من مصر والعراق والأردن محاولة للشراكة الاستراتيجية ولا أقول تحالف ولا أقول أي شيء آخر إن مشاركة استراتيجية بالمعنى الحقيقي لكلمة تبدأ صغيرة وتنمر روايدا روايدا تحاول أن تتجنب ما يمكن نسميه بالخلافات السياسية ونحمد الله أنها لا توجد خلافات سياسية بين البلدان السلاسة هناك وحدة في الرؤية هناك وحدة في المصير هناك أيضا محاولة الاستثمار العلاقات الشعبية القوية ما بين شعوب البلدان السلاسة لتنمياتها ولتطويرها وأيضا جعلها نموزجا للتكامل الاقتصادي والتكامل السياسي والتكامل الأمني خطوة تلو أخرى هذا ما أعنيه وبالتالي نحن نستفيد أيضا من التجارب التكامل الأخرى التي بدأت في لحظات وانتهت في فترة وجيزة ونستفيد أيضا من التحالفات التي استمرت أو الشركات الاستراتيجية أو التجمعات مثل التجمعات الخليجية التي استمر فترة طويلة واجه في بعض اللحظات وفي بعض المراحل التحديات الداخلية وهيكلية ولكنه بحكمة قاداته استطاع أن يتجاوز هذا الأمر وبالتالي استمر الحفاظ على هذا الهيكل المهم جدا جدا والذي يرى شعوب المنطقة في الخليج بأنه استمراره هو استمرار لقوة هذا التجمع لقوة البلدان المشاركة فيه وأنا أتصور أنه إذا ما نجح بلدان السلاسة مصر والأردن والعراق في خلق نوايا ذات طبع سياسي واقتصادي وأمني واستراتيجي يمكن أن تجذب الكثير من التعاون سواء مع التجمع ككل أو مع بعض بلدان التجمع الخليجي إضافة إلى بلدان أخرى يهمها أن تكون في إطار تكاملي تحت مظلة جامعة الدول العربية وتحت مظلة التعاون السنائي وتحت مظلة التجمعات الثلاثية أو الربعية أو الخماسية حسب ما تتطور الظروف